بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلى على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الله سبحانه وتعالى هو المهيمن على هذا العالم من صفات الله المهيمن فكل أمور هذا الكون تحت قدرة الله سبحانه وتعالى ولكن من حكمة الله أنه أعطى للإنسان هامش اختيار مثل ما أنت عندك طفل أنت 24 ساعة تراعي هذا الطفل طفل عمره سنة مثلا سنتيا بعض الأحيان مثلا أنت طالع بره إلى منتزه إلى صحراء إلى حسينية تتركه لدقائق يمشي هو دا يمشي منا ومناك يروح كيف بس أنت تتراقبه أي وقت شفت أنه مو صالح يريد يروح مكان خطر مثلا أو يوقع أو كذلك روح تنزم إيده هو لما أنت يمشي يتصور أنه خلص بعد هو ما خذ حريته وكل شيء باختياره صحيح هو باختياره يمشي يروح منا ومناك لكن الأب مسيطرة عليه هذا كمثال لتوضيح المسألة نحن كل أمورنا بيد الله سبحانه وتعالى الله يعطينا هامش اختيار كما يقول في الآية لننظر كيف تعملون حتى الإنسان بالعمل الصالح يرقي نفسه حتى بالآخرة درجات تكون أرفع وأحسن لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليرحمه الله ما يحتاج لنا خلقنا حتى يرحمنا عد من طرق الرحمة أنه الإنسان يكون عنده اختيار يعمل الأعمال الصالحة حتى درجاته ترتفع وحتى يستحق الرحمة إلى أكثر لأنه كلما درجة الإنسان تكون أكثر يكون رحمة الله سبحانه وتعالى عليه أكثر الثواب شنو هو؟ الثواب هو من رحمة الله سبحانه وتعالى فكلما ثوابك أكثر يعني الله سبحانه وتعالى أكثر دير حمك لكن مع الأسف الإنسان في بعض الأحيان بدأل ما يستفيد من هذه القدرات والاختيار اللي الله سبحانه وتعالى أعطاله بدأل ما يستفيد منه في الوصول إلى الدرجة الأعلى يستفيد منه بالطريقة السلبية الله سبحانه وتعالى أعطاك فلوس حتى هم تسترزق بهذه الفلوس وهم تعمل صالحات إذا عندك شوية فائض زيادة كذا أصرفها في أمور الخير ابني لك حسينية مسجد مدرسة اعمل الصالحات ادفع صدقة وأكو بعض الناس بدأل ما يصرف هذا في الخير يصرفه في الشر هو إعطاء المال والفلوس من الله رحمة كان بس هذا الإنسان بسوء اختياره حوله إلى نقمة شوف المطر عندما ينزل هذا المطر اللي ينزل هو مو رحمة رحمة إذا مكان مزبلة هذا المطر اللي هو رحمة وسقط على مكان المزبلة شون راح يصير راح الرائحة الكريهة النتنة راح تستصاعد صح لو لا وإذا هذا المطر دزل في مكان في أرض تربة خصبة راح ينبت الزرع حتى بالنسبة للقرآن الله عز وجل في القرآن يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة نفس القرآن يعني ذول الخوارج اللي حاربوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الخوارج حاربوا أمير المؤمنين بآية من القرآن رفع آية من القرآن يقول إن الحكم إلا لله هاي آية قرآنية إن الحكم إلا لله فهاي الآية شهروها بوجه أمير المؤمنين أو أصحاب صفين الخدعة اللي خدعوا الناس بها شنو كانت؟ أنه رفعوا المصاحف على الرماح أنه نجي إلى حكم الله سبحانه وتعالى فهو القرآن اللي الله سبحانه وتعالى أنزله ليأمر الناس بالصالحات وليلتزم الناس بالصالحات ومن أهم الأمور ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يشهر هذا القرآن بوجه أمير المؤمنين مثل ذول الوهابين التكفيريين عندما يريد يقتل الأبرياء المؤمنين يقتلهم بأي أساس؟ على أساس القرآن على أساس الدين يقول الله أكبر يذبح للإنسان وقتلوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هكذا ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل فإذن الإنسان لازم يدير باله يعلم بأن الله سبحانه وتعالى إذا يعطاك فلوس إذا يعطاك سلطة إذا يعطاك علم إذا يعطاك أولاد إذا يعطاك نفوذ في الاجتماع إذا يعطاك وجاهة إذا يعطاك معرفة بالأحكام الشرعية هذه كلها لازم الإنسان يستفيد منها لجلب رحمة الله سبحانه وتعالى أكثر وإلا الدنيا يوميا وتنتهي ذول اللي عمرهم ستين سنة سبعين سنة ثمانين سنة اسأله الماضي شنو كان يقول مثل في الطيف الناس في يوم القيامة تسأله يقول الدنيا شلون يقول كانها كانت ساعة خلاص انتهت راحت هس زيان كان لو مو زيان كان لسه زمان صدام على طوله خمسة وثلاثين سنة كأنه لحظة وانتهى وزمان الخير هم نفس الشيء كأنه لحظة وينتهي فإذن الإنسان لازم يحاول من كل قدراته يستفيد في جلب رحمة الله سبحانه وتعالى كل حياته يأطرها بإطار الأحكام الشرعية الواجبات يأديها المحرمات يتركها إذا قدر المستحبات زيادة خير زيان المباحات الله سبحانه وتعالى أباح قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق المباحات اللي الله سبحانه وتعالى أحلها مو مشكلة بس يكون في ضمن الإطار لا يخرج من الإطار لأنه لأنه إذا خرج من الإطار بعض الأحيان يقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار ومن أفضل النعم التي الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا هي نعمة الولاية ولاية الأئمة عليهم الصلاة والسلام هاي نعمة كبيرة جدا أكو في الحديث الشريف أنه من أحس برد حبنا في قلبه فليشكر الله على أولى النعم إذا أنت تحب أهل البيت في قلبك اشكر ربك على أولى النعم اللي أنعمها عليك تقول سأله وشنو هي أولى النعم قال طيب الولادة ابن حلال هذا هاي أول نعمة الله سبحانه وتعالى أنعمها على الإنسان لأنه ما كان موجود أوجده بطريقة حلال مو بطريقة الحرام إذا بغض أهل البيت فهذا معناه أنه وضع تعبان فهذه نعم من الله سبحانه وتعالى زيان هاي النعمة الولاية اللي الله معطينا لنا لازم نثمنها لازم نشكر الله سبحانه وتعالى عليها شكرا باللسان وشكرا بالعمل الآية الشريفة تقول اعملوا اعملوا آل داود شكرا لأنه شكر باللسان أقول له شكرا الحمد لله الشكر لله والشكر بالعمل يعني عندما أنا أطيع رب العالمين هذا شكر عملي لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أهم ما يقصر إلا أهم ما يقصرون إذا واحد حقيقة كان في الطريق ما يقصرون في الدنيا وفي الآخرة أكو في الآية الشريفة الله سبحانه وتعالى يعدد النعم النعم اللي أنعمها علينا في الجنة شنو أكو نعم أكو قصور أكو حور العين وأكو لحم طير مما يشتهون وأكو فاكهة مما يتخيرون زيان هذه النعم يعددها بعدين الآية شنو تقول تقول ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر أنت واحد والدك يضيفك يطيك أحسن الأطعمة زيان أنت تفرح بس إذا تدري أن والدك قلبا راضي عنك هذا أحسن لك إذا تدري أنه راضي عنك ورضوان من الله أكبر الأهل الجنة منعمون وفي الوقت نفسه في نفسه يعلمون أن الله سبحانه وتعالى راضي عنهم هاي نعمة كبرى زيان من مصاديق الرضوان من الله اللي هو أكبر لأن الله ليس محل للحوادث من المصاديق أكو في الرواية أنه في يوم القيامة وأهل الجنة في الجنة أكبر نعمة يتنعمون بها شنو هي أكبر نعمة حسن أنت بالدنيا تقول الواحد أكبر لذة تريدها شنو هي واحد يقول أريد لذة السلطة كون حاكم مثلا واحد يريد لذة الأكل واحد يريد كذا واحد يريد كذا واحد يريد كذا في الجنة أكبر النعم شنو هي اللي هي مصداق من مصاديق ورضوان من الله أكبر في الرواية أنه في الجنة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يسبح الله يسبح تسبيح لأنه في الآية أكو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أهل الجنة أيضا يسبحون الله ويحمدونه وعبادتهم لله بالتسبيح والتحميد فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يسبح هذا صوت التسبيح يسمع أهل الجنة وهذه أكبر نعمة أكبر نعمة في الجنة أنه أنت تسمع صوت تسبيح الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذه النعمة الكبرى إس أنت الحور والقصور وكذا هذا عيفة الله سبحانه وتعالى عظيم وعلى عظمة يجازي بس الإنسان لازم يكون قابل لتلك الرحمة الرضوان من الله الذي من مصاديقه الاستماع إلى تسبيح الإمام الحسين هذه نعمة كبرى طريقة أبيدك ابقى على ولاية أهل البيت عليه الصلاة والسلام ولاية لفظية أنا أحب الإمام الحسين وعملية أتبع الإمام الحسين عملا الإمام الحسين والأئمة الشبر واحد عن أحكام الله سبحانه وتعالى ما تغير ما غيره الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يقول لبعض الناس اللي كانوا يخالفون يقول أنا أدري شلون أصلحكم لكن لا أصلحكم بفساد نفسي لازم أظلمكم حتى أنه أقدر أسيطر عليكم بس إذا أنا أظلمكم هذا خلاف أمر الله سبحانه وتعالى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشورة كان يقدر يحول الهزيمة إلى ناصر الهزيمة العسكرية يعني وإلا هو ناصر إلى ناصر عسكري يوم اللي جيش الحر كان يجاي وتعبان كان يبيدهم وبعدين يدخل إلى الكوفة مسلم ابن عقيل كان يقدر يقتل ابن زياد لكن لماذا لم يفعلوا هذه الأفعال لأنه الله سبحانه وتعالى محرمها فلا أطلب كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا أطلب النصرة بالجور اللي الآن عادة كل السياسيين أو غالب السياسيين يستعملون جميع الأساليب للبقاء على الكرسي أو الوصول إلى الكرسي أسه مشروعة مو مشروعة زياد حلال حرام أخلاقية مو أخلاقية ما يهم المهم عنده الكرسي بسم النعم الله سبحانه وتعالى أنه إحنا عدنا ولاية لناس كان المهم عدهم رضا الله سبحانه وتعالى مو الكرسي ولا شن قيمت الكرسي السهارون الرشيد لعنه الله كان في اليوم يشوف إلى غيمة يقول أنت أي مكان رحتي ومطرتي خراجت الضريبة مالتش تجيني عبتلك شرق الأرض وغربها من المغرب إلى الصين تحت سلطته بس سبعة واربعين سنة عمره كان لمن الله سبحانه وتعالى وصله إلى نار جهنم وعلى أيام قلائل من السلطة وكذا وفلان شو الفائدة الذي بقى هو الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وهو في السجن والذي زال هو هارون الرشيد على رغم أنه كم يوم كان حاكم فعلينا أن نكون في طريقهم في كل صغيرة وكبيرة وكل ما الإنسان كان مطيع أكثر لهم تكون درجته عند الله سبحانه وتعالى أكثر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم ولا تنسون من صالح الدعاء إن شاء الله وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين نسأل الله سبحانه وتعالى بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر